من جانبه دعا الشيخ صالح عبدالله الكازمي المؤتمرين إلى رص الصفوف لاستعادة الدور الريادي للحزب والإسهام الفاعل في تحقيق السلام والأمن والاستقرار للوطن الذي دمرته الحرب التي أشعلتها الميليشيا الحوثية والعمل جنبا إلى جنب حتى استعادت كافة مؤسسة الدولة والعودة بسفينة الوطن إلى بر الأمان أهني أعضاء وغيادة المؤتمر الشعبي العام في الذكرى التاسع والثلاثين تأسيسه هذا المؤتمر الوسطي المؤتمر الشعبي العام الذي هو اليوم نبتة عظيمة في اليمن في تأسيسه وفي ذكرته التاسع والثلاثين فالمؤتمر الشعبي العام يعتبر مؤتمر العمود الفغري لليمن فنحن اليوم يجب على كل المؤتمرين في الداخل والخارج إلى رص الصفوف فالمؤتمر الشعبي العام باغي لن أحد يزيح من موقعه فهو مؤتمر قاد اليمن إلى بر الأمان وقاد إلى تحقيق الوحدة اليمنية والأمن والاستقرار ورساد عائم الديمقراطية في اليمن أيها المؤتمرين يجب علينا رص الصفوف في الداخل والخارج لأنغاب ما يمكن أنغابه من بلدنا اليوم فبلدنا اليوم تشهد انهيار اقتصادي ومادي والمؤتمر يتحمل مسؤوليته التاريخية في ظل اليوم قواعده الموجودة في الداخل وهؤلاء الناس الأعداء الذي يتقنون أن المؤتمر انتاء فهم واهمين فالمؤتمر باغي ولن ينتهي لا اليوم ولا غدن سيظل قائد هذا الأم